اشتركوا في القناة معي اول نص من اجل مصر بيقول الحديث عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال سمعت ابا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم ستفتحون ارضا يسقر فيها القيرات الى اخر الحديث طبعا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال رقم الف بيقول تخير الصواب مما بين القوسين ابا ذر تابعي ولا صحابي ولا نبي ولا رسول طبعا اللي هو لا نبي ولا رسول هو يتابعي يا صحابي طب هو حضر الرسول وكان حول الرسول وبيروي حديثه ويبقى هو صحابي ما المرادف ستفتحون ستغلبون ستتملكون ستدخلون يبقى كل ما سبق جمع اهل اهالي واهلون واهلين يبقى كل ما سبق جمع ارض ارضون واردين واراضي كل ده جمعه يبقى كل ما سبق معنى زمة عهد بمعنى زمة كفالة وامان يبقى كل ما سبق اه طبعا لما احنا بنرجع يا ولاد انا بحاول انا اجيب المعاني كلها علشان تبقى منها انت بتراجع معايا وبتحفظ ومنها بتتأكد ان هو لو جالك تنحل بالطريقة دي استقرم رقم به بيقول لي على ما يدل قول عبد الرحمن بن شماسة سمعت ابي زر طبعا يكون هو بيقول انا سمعت كذا يبقى ده بيدل على امانت العلمية في نقل الحديث عن ابي زر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما القيرات وما تلك الارض التي يذكر فيها هنقول القيرات هي وحدة لقياس الاراضي والجواهر السمينة والارض التي يذكر فيها القيرات هي مصر السؤال رقم دل بيقول لي الى من يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم وبما يوصيهم هنقول يتحدث النبي الى خلفاء وقواد واصحابه واوصاهم بان يعاملوا اهل مصر معاملة حسنة طيب اكمل الحديث الشريف ايبا هنقول انكم ستفتحون ارضا يذكر فيها القيرات فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم زمة ورحمة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الجمال في انكم ستفتحون ارضا هنقول الجمال بان انكم ستفتحون هو اسلوب مؤكد بان وهو بشارة من الرسول لاصحابه طوحي بصدق الرسول وعظمته طيب لو انتقلنا لنص التاني اللي هو نص في حب مصر الجزء اللي هنرجعه النهاردة بيقول فلن تستطيع الظهر تفريق بيننا وان جر قوما بالسعية ما جر اذا ما دعت مصر ابنها نهضة لنجدتها سيان مرقص او عمره الم ترنا في كل عيد وموسم حليفية ولا الاجفاء ولا هجر اختر الصواب مما بين الحسين جمع دهر جمع دهر دهور واضهر يبقى كلاهما صحيح مدد تفريق انا بفرق يبقى مددها اوحد واجمع يبقى توحيد وتجميع يعني كلاهما صحيح ما مرادف جر جر يعني ارتكبها ما مرادف السعية سعية يعني وشاية يعني نميمة يبقى كلاهما صواب ما جمع سيان جمع سيان اسواء ما مرادف ولاء ولاء يعني محبة يعني نصرة يبقى نصرة ما مضاد جفاء جفاء عكسها قطيع عكسها ترك يبقى كلاهما صحيح السؤال الرقم بي بيقول لي كيف تأسست مصر يبقى حنقول تأسست مصر على اداب الانبياء وتعليم سيدنا عيسى وسيدنا محمد عليهما السلام فاكتسبت العزة والقرامة طيب لماذا جاء عيد وموسم نكرتين عيد وموسم نكرتين العموم والشمول والعطف بين عيد وموسم ليفيد القصرة ما الجمال فيه نهضة لنجدتها هنقول الجمال انه تعبير جميل يدل على سرعة الاستجابة من الابناء لنصرة الوطن السؤال الرقمية بيقول لي ألم ترنا في كل عيد ده أسلوب إيه؟ ده طبعا أسلوب استفهام غرضه التقرير لا جفاء ولا هجر لا جفاء ولا هجر بنفس المعنى يبقى بينهما تراضف طب التراضف بيعمل إيه؟ بيؤكد المعنى طيب أنا عندي يا ولاد مراجعة على القصة الفصل الثالث هناخدوه عن بطريقة صح وغلط ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطئة استمرت المسبحة في عين جالوت من الصباح للمساء لا غلط من الصباح للزهر توانى قدس عن مطاردة الجيش المغولي المهزوم حتى يطاهر بلاد الشام توانى قدس يعني إيه توانى أصلا؟ توانى يعني قصر لم يهتم طبعا الإجابة خطأ لم يفكر الصليبيون في استعمار الشرق بعد أن هزبهم صلاح الدين لا بالعكس غلط ده هم فكروا علشان يخدوا بطرهم حمت مصر العالم من وحشية المغول صح لما تخلصنا منهم على يد قدس إننا نحارب قوم طلبوا حربنا ولسنا نحارب النبل والإنسانية الجملة دي قالها الملك الصالح طبعا غلط دي من أشهر الجملة اللي قالها صلاح الدين الأيوب أفسدت عزيمة وجيش الجنود المصريين أطمع الصليبيين في مصر؟ آه لما احنا انتصرنا عليهم في موقع المنصورة استمرت الدولة العباسية ستة قرون كاملة وانتهت على أيدي الصليبيين؟ لا طبعا الدولة العباسية انتهت على أيدي المغول هل احتل لويس التاسع المنصورة؟ لا ده احتل مدينة دمياطي بقى الإجابة خاطئة طيب لو رجعنا بنفس الطريقة على الفصل وأحداث الفصل الرابع آآ برضو بعبارات السواب والخطأ أول حاجة انخدع محمد قرأيم بالألفاز البراقة التي عرضها عليه نابليون؟ خطأ لم ينخدع محمد قرأيم واستمر في دفاع عن الإسكندرية حكم محمد قرأيم محاكمة عادلة في الإسكندرية؟ طبعا إجابة خطئة المحاكمة ما كانتش عادلة وما كانتش في الإسكندرية لأنه كان القضاء في القاهرة وقضاء في رزين طيب السؤال اللي بقى دي بيقول لي استخدم كليبر ديدز القاهرة سلاح التجوية؟ صح إجابة صحيحة لما حاصر مداخل القاهرة كلها لمدة 37 يوم افتدى محمد قرأيم نفسه بتلاتين ألف دينار ريال؟ لأ الإجابة خاطئة رفض محمد قرأيم افتداء نفسه وقال أنه نفسه ستنتهي في وقتها المحدث دفع المصريون عن القاهرة بحماسة شديدة وتعاون ووطنية وتعاون ووطنية؟ العبارة صحيحة صمد المصريون المستعمر 39 يوم؟ لأ الإجابة خاطئة كانت 37 حمل المستعمرون على الشعب بعد أن خيم شبح الجوع؟ عليهم؟ إجابة صحيح خمدت ثورة الشعب متأثرة بالجوع والمدافع؟ الإجابة خاطئة لم تخمد ثورة الشعب فلم يخيفه الجوع ولم ترهبه المدافع لم تتأثر سفينة القائد الفرنسي بما فعلان المهاجرون فيها؟ أو المهاجمون فيها؟ هنقول الإجابة خاطئة تأثرت سفينة القائد الفرنسي ومالت نحو الشاطئ استخدم الأهالي زخائر السفن في مهاجمة سفينة القائد الفرنسي؟ هنقول الإجابة صحيحة كده يبقى احنا انتهينا ولاد من مراجعتنا شكرا على المتابعة وحسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته